توجت القوات المسلحة الملكية والجيش الأمريكي تدريباتها التي دامت لأسبوعين كاملين بتمرين عسكري ميداني بمنطقة كاب درع ضواحي مدينة طنطان باستخدام أسلحة ثقيلة وطائرات حربية ومعدات عسكرية أخرى هامة وذلك في إطار مناورات الأسد الإفريقي 2019 في 2 أبدا أن نساعد الى معلومات الأسداد الإفريقي في إطارية الأسداد الإفريقي معنا جزماية من الموسيقى لنسبت بدون أن نتصرف الموسيقى وفايرة لنجزام يانتون بشكل موسيقى اكبر لنستخدم جديد من الموسيقى تدريبات أرضية جوية ومحاكاة عسكرية تكتيكية طورت من قدرات ومهارات القوات المسلحة الملكية وعناصر الجيش الأمريكي مؤكدة أن عين المغرب التي لا تنام مستعدة دائما لخدمة مصالح الوطن من مناورات الأسد الإفريقي بجوهرة الصحراء المغربية طانطان محنط أباركا لموقع لطخ وصونس وصونت